السلام عليكم ورحمة الله أحبانا أعزائنا في كل مكان مساء الورد على الجميع شوية صبريات عندي في البيت عايز أشارك حضراتكم كيف نهتم بيهم من حيث الزراعة والإكثار والرعاية في التسميد والريء وكل شيء نبات ما تكلمتش عنه جبل كده رائع جدا سهل فوق ما تتخيلوا فيه رعايته وإكثاره وفيه حاجات شبيهة ليه فقلت يعني أوري حضراتكم نشرح مع بعض على السريع نبات الكلانشو أو الفك التمساح وعندي هنا نبتة لسه ما تزرعتش أهي وعندي أزن الفيل وفيه أزن فيل وفيه خد الجميل هناك مزروع فعالسريع عايز أقول لحضراتكم يا جماعة كيف نعمله تكاثر الموضوع أسهل من السهولة أي واحد منا عنده مكتب أو شركة وعايز يحط شوية صبريات أنصحوا بهذه الأنواع أو مثلا في البلكونة أو في السطح أو على الصور بتاع البلكونة أو المنزل التراس النبات رائع جدا وفيش أسهل منه من حيث التقاصر والرعاية لو جينا هنا بصينا في الأول عندي مثلا نبتة أني زرع منها خمس وحدات هذه اللي كلانشو أو فك التمساح في غضون شهر يا جماعة زي ما أنتوا شايفين كانت جد هذه هذه أهي عايزة تتنجل لي الأرض يعني خلاص أهي وصلت لمرحلة تعبت وجزورها ملت المكان فشوفوا إن باتها واضح أنه غير تماما التانية أختها لما جبت هذه في غضون الشهر اللي فات زرعتها كانت أصغر من هذه كانت أصغر من اللي لسه في الكيس البلاستيك وماشاء الله بمجرد محطتها في الأرض شوف على طول الصاق كبر معايا وتخن وزي ما أنتوا شايفين بداية عايزة أقول حاجة جماعة كلنا عارفين الصبريات يعني عمرك سمعته عن صبار بيحتاجي النويتسيكي أو إن هو يتعمله تسميد معروف كلمة صبار يعني بيصبر الصبريات بتصبر يعني على الجفاف ممكن تطلع بين الصخور مية جليلة جدا بدون أي سماد في الصحراء بتطلع فهذا أول شيء يعني بنصح به إن انت لو مش عايزة تراعي كتير وعايز تزرع شوية نباتات شكلها جميل أنصحكم بالعصريات والصبريات الأنواع هذه ممتازة جدا زي الكلانشو أو مثلا الفك التمساح أو أزن الجميل أو الخد الجميل أو أزن الفيل أنواع كتير جدا طيب هنيجي هنا نبص الشجرة حطيتها في الحوض مع باج المزرعات أهيك زي هادي كده ونجلتها وبسجيها كل أربع خمسة أيام سجية خفيفة جدا مع باج النباتات اتسمدت أو ما تسمدتش مش هتفرج معها هي بتحتفظ بالماء أهم حاجة عندها شوية المياه إن شاء الله في الأسبوع مرة واحدة تسجيها ورجها واللي انتوا شايفينه هادا بيحتفظ به المياه وبيضل فترة طويلة جدا حتى لو نسيته أو سبت البيت فترة كبيرة التكاثر يا جماعة فيش أسهل من كده يعني لو هادي هادي فقط مقصوصة إهي حطناها في التربة لا وحديها وحطيت وجربت كذا واحدة بتطلع وتعمل تجزير في الأرضية من تحت وتكبر معانا يعني لو ورجة واحدة منها اتحطط في الأرض لغاية مثلا حوالي 2 سنط اللي تحت هادي كده هتلاقوا مع الوقت الحتة اللي فوق بدأت تكبر وتطول وتعمل ساق وتفرع يمين وشمال والحتة اللي تحت هتجزر عايز تضمن أكتر هتجيب وحدة كاملة بفرحة من جوة من الآخر من الحتة هادي وتقص وتغرزها في الأرض الحتة التحتانية هادي برضو خلال حوالي أسبوعين هتبدأ تجزر معاك الورج اللي حضراتكو شايفينه طالع منها كأظهار هذا الصغير لو وجع الأرض لوحده بيعمل شجرة كاملة كبيرة زي هادي سبحان الله ولو بصيته معايا هنا معلش طبعا جماعة احنا في الخريف وكمية الزتون والأوراج اللي بتجع من كل الشجر صارت يعني كتير جدا فعزرا لو بصينا هنلاقي كل اللي واجع على الأرض هذا كان أهو كان هو هذا اللي حضراتكو شايفينه الورود الصغيرة بتاعتنا بات فك التمساح وشوفوا لو سبتوها تلاقوه طلع لوحده وعندي زرع خمسة والخمسة موجعين اللي بتاعتهم اللي هو الظهور والظهور كلها مع السقاية ابتجع وتتمدد وتبدأ تبقى سبحان الله شجرة منفصلة في المستقبل فالشجرة هادي النبتة هادي في أي وقت في السنة فك التمساح تتزرع اسجيها ان شاء الله مرة في الاسبوع حتى لو بدون تسميد سهلة جدا ولو عايزها كان بتضل في مكاتب أو شركات أو عايزها على الأسطح أو البلكونة أو في الحديقة فشوفوا شكلها وكانت أصغر من كده خلال شهر شهر ونصف ما شاء الله كبريت جدا والخمسة عندي في الحديقة الحمد لله بهذا الشكل هنيجي هنا مثلا لو بصينا لأذن الفيل نفس النظام بتتحمل كل شيء شجرة ممتازة جدا نبتة ممتازة لو بصينا أهو الجدر بتاحها هنيجي أسهل من السهولة بننجل هذه للحديقة وبنبدأ ناخد الأطفال الأبناء اللي طالعين بهذا الشكل في كل حتة زي هذا بنسلخه عن الأم وبرضو أنا الحين محتاج بعد الفيديو إن شاء الله على طول هسبتها في الأرض وانجلها وانجل الأبناء الصغيرة هذي أفصلها عن الأم كل واحد يتخذ لوحده كنبتة منفصلة تسميد أجل يعني إن شاء الله مرة في السنة أو بدون تسميد خليها مع باج المزرعات السقاية لو مر في الإسبوع شوف برضو بدأت شكلها يتغير عن أيام ما جبتها لإنها محتاجة تطلع من الأصيص عايزة تتحط في الأرض فقلت أشاركك وجماعة الموضوع أسهل من السهولة اللي عايز صبريات سهلة جدا وتكاثرها ورعيتها أسهل من السهولة هذا نوع تاني من أذن الفيل وبرضو بيعمل سبحان الله طبقة عليه شوفوا يعني ممكن تشيلوا الطبقة هادي ودايما تنظفوه برزاز الماء فيش أي مشاكل لو حطينه في مكان كاديكوري يعني زي مكتب أو حاجة وبطلع من عليه هذا نفس النظام النبتة زي ما أنتم شايفين ممكن نسلخ أي وحدة لو جسامنا هادي من هنا هادي بس الراس اللي فوقه حطناها في التربة هتطلع معانا لكن أنا بحبز إن احنا ناخدها بالصاق التاحة من هنا نقصها بمشرة أو سكينة صغيرة وناخد هادي لوحديها ونزرحها بس نحطها في التربة ونسجي هتلجوها برضو محتاجة سقايا كل اسبوع إن شاء الله مرة واحدة ومش محتاجة أي تسميد في أصيص أو في الأرض وهتكبر معانا ونموها سريع جدا فماشاء الله يعني أهو خلال الشهر مقارنة بأختها التانية اللي برضو بجالها حوالي شهر ما تزرعات شوف يعني شكلها مش جميل وما فياش أي نظارة زي التانية فالتسميد قلنا عليه الراي قلنا عليه السهولة المعاملة معاها ورعايتها فيش أسهل من كده فبنصحكم يا جماعة اللي عايز صبريات بهذا الشكل عنا هنا مثلا شوفوا هذه كبرة خالص أهي جنب اللانتانا كمارة خد الجميل محتاجة أنها تتقصقص منها حتة كثيرة جدا لو تشوفوا هذا كده ممكن كفرع كامل ناخده ونبعده في أصيص أو في الأرض هيملى المكان لوحده زي ما كانت التانية نفس النظام شوفوا ما شاء الله كبرة معايا وتمددت في كل حتة الكاكتوس هنا اللي هو ليه الأشواك هذه أهي بدأت تكبر خالص ممكن نفصلها من القاع نقصها من هنا وناخدها في أصيص لوحديها أو الزغار هدول أهي اللي وجعت برضو نفس النظام تتقص وتتخذ لوحديها والرعاية والتسميد فيش أسهل من كده هنيجي هنا عندي نوع تاني برضو لو بصينا بيتكاثر من هذا ليه بزور بتطلع فوق اللي بتلاقيها من جوه فيها بزرة برضو بتجع لوحديها وهتلاقيها بتطلع وتطلع معانا هذا نوع أهو زي خد جميل بس ليه ساق أنا جبت عرف طويل جدا وجزجسته وطلع في كل الحديقة حوالي أربعة أو خمسة نفس النظام ممكن ناخدها من القاع نفصل هادي لوحديها أهي ونحطها في الأرض هتطلع أو نقص شايفين أهو بدأ يطلع معايا من تحت الموضوع سهل جدا ورعايته أسهل من السهولة من العصريات والصبريات اللي سهلت التقاثر جدا فيعني بنصحكم جماعة اللي عايز حاجة ما يهتمش بها كتير رعاية وتسميت تعتبر جليلة جدا وطول السنة خضرة وتدي شكل جمالي في أصيص أو في التربة وتكبر أنصحكم به هذه الأنواع سواء أذن الفيل خد الجميل أو مثلا طبعا والألوفيرا كلنا عارفين أو طبعا اللي هو الأساس اللي كنا نتكلم عنه اللي هو فك التمساح شكله رائع جدا وبيتكسر من الأوراج الصغيرة اللي بتجع منه كنا عملنا فيديو عن البابايا جماعة لما زرعتها ما شاء الله كانت فيها ثلاث ورقات الحين شوف ثمان ورقات أهي بدأت تكبر معايا البابايا سهلة وسريعة وبرضو رعايتها أسهل من السهولة وكنا زرعنا أربع وحدات مع بعض شايفين طلعوا معايا الحمد لله هم ثلاثة أو أربعة البزرات اللي زرناها في الفيديو هذا كده محتاج على طول إن إحنا بمعلجة أو حاجة ونفحر ونشيل كل واحدة وهفصلهم دلوقت عن بعض أصبح عنا ثلاث أو أربع شجرات بابايا غير الأم فالموضوع سهل برضو كنا زرعناهم من البزر في الفيديو مع بعض فأنا قلت أدي لحضراتكو خلفية سريعة كيف إن إحنا ممكن نزرع صبريات ونمنا المكان كان عندي واحدة زي هادي أهي لسه واجع على الأرض مبارح أهي واحدة فقط لما وجعت استخسرت قلت لا روحت على طول عامل بيدي كده وحطتها في الأرض أهي أصبحت واحدة لوحديها وهتكبر وتبقى زي الأم اللي أنتوا شايفينها وبرضو لها بزور أهي فوق جادرين ناخد منها وسهلة جدا فكان هذا فيديو توضيحي كيف ممكن نهتم بأشجار بنباتات العصريات والصبريات وضربنا مثلا على ثلاث أنواع فك التمساح وأذن الفيل وخد الجميل مثلا وكيف ممكن نزرعهم ونهتم بيهم اهتمام جليل جدا ويكبروا معانا فهذا فيديو خاص بالصبريات وعن الناس اللي بتحبش اطراعي كتير للنباتات بنصحكم بهذه الأنواع يا جماعة بتزرع في أي وقت من السنة طول السنة زي ما أنتوا شايفين في اخضرار وشكلها رائع جدا جدا يا رب الفيديو كنا للإعجاب ونكون منسناش أي حاجة زراعة الصبريات والاهتمام بها والإكثار منها نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية أخوكنا عام إحجاب بيمس عليكم ونتمنى الدعم والاشتراك وتكونوا معنا في القناة نسعب برؤيك يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة